عسليما مرحبا بكم بنت اليوم مع امولا غاتو نامانجي و الا غاتو زاماند حاجة ياسر 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 ابننا لازم تجربوه الغاتو هذيه مواله و صنفاغين الاهم بستشوفوا مبعضنا الطريقة والمقادير في حال التحذير لكن متانسي منيش يجميع عاكل عادة لا يكوب اختاج و لازم تجربو الغسيت متاع اليوم عندي سالة دي متاعي خذتوني ميتين جرام لوز ابيض مرحي مهم برشة المقادير يكونوا كيماتي طاملكم و بيتين جرام سكر محور مهم برشة سكر نغرب له بالبيت الحال انخلطوا المكونات زوز ما بعضهم بالبيه بالبيه و بخذتوني دو كوتين ميتة جرام زبدة ذوابتها و خليتها دبرد بش نضيفها للخليط متاعي نعاود نقول ميتين جرام سكر محور ميتين جرام معانيها لوز ابيض مرحي و ميتة جرام زبدة امذوبة كما تشوفوا هوني انخلطوا بالبيه بالبيه المكونات هيكا ما بعضها مع الزبدة و نبعد بش نبدأ بالبيت الحال نضيف بشوية بشوية عندي اربعة كعبات بيض بش نضيف بالكعيبة و نخلط مهم برشة بالكعبة و اخدمو الخليط متاعنا بالبيه بالبيه في الوقت هذي يجمو الكور الكفور على 180 درجة من قبل السخون حتيت هوني بالكعيبة بالكعيبة كما قلت لكم اربعة كعبات بيض باربع مكونات بش عملو جاتو بنين برشة يا جماع اللي حب يعطي جو اخر جو يعني مميز نضمو نضيفو مغرفة ماء زهر و انا حتيت لحقيقة مغرفة صغيرة روح اللوز جربوها بالطريقة هذي بنينة 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 وفهم الطعم المميز على الاخر دونك هوني كملت خلط المكونات متاعي الكل خليت البلا هذي صغير دهنتو بشوية زبدة و بش نحط الخليط تمتاعي الكل و منبعد بتبعت الحال تشوفو مبعدنا الغيزولتات لكن مهم برشة هوني المقادير كما تتهملكم عندي دي زامان دي فيلي هيكا من فوق تجمو تحطو حتى لوز لمهاروش بني البرشة القاتول الاهم كما شفتو مستعملنيش الفارينا صن فاغيل بني البرشة موالو ولي ما جاربوش لازم يجاربو خرج وعملت هكا بمفوق بالسكر السكر غلاس هكا شوية ما فوق و بش نقص ونواريكم كالعادة كما استنستو مع امولا قاتوا ابنين برشة لازم تجاربو حاجة هيكا مع قيوة العشية ولا حتى زيدة اصباح ابنين برشة والصغيرات زيدة متأكتة بش يحبوه كما قلت لكم بهم برشة المقادير كما انا عتيتهملكم بالضبط و انشاء الله يا رب انتم زيدة تجاربو كما تجاربو اغلبية الوصفة تمتاعي وترجعوا هيكا بلي كومنتيخ وتشجعوني وتقولولي مرس يا امولا واصل هيكا اللي غوصيت متاعك اللي دي ما تفيدنا بهم هوني حبيت نواليكم ونقرب فريمون وروعة صدقوني بنين 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 والمهم احنا ما استعملناش الفرينا جوزت اربع مكونات استعملنا سكر وسكر غلاس استعملنا لزمعوند واستعملنا زاكب كيف البيض وقال العظم واستعملنا الزبدة كيما شفتوا انا الحقيقة حبيت نضيف روح اللوز حاجة اختيارية اللي كنت تعطي طعم وميسينو كما عادكمش تجمو تحطو غرفة صغيرة ماء زهر هذه هي الغوصيت متاع النموة جي حبيت نبرتجها معاكم بالوصفة الاصلية ان شاء الله نكون فتكم الناس الكل من تنسي وش لايك وبرتاج تابعوني على قناتي على اليوتيوب كيتشن اميل تونيزين على الباج متاعي على الفيسبوك بيزين امولا على انستغرام زادة كيف كيف نحبكم بارشا في انتظار وصفة التخليل في اذن الله بسلامة